من أكتر الحاجات اللي أنا أحبها وأتابعها وأشوفها واشتغلت فيها بالمناسبة فكرة الوثائقيات أو كما كنا نطلق عليها وإحنا صغيرين الأفلام التسجيلية هي فكرة التوثيق في حد ذاتها عن طريق الأفلام أو عن طريق مش بس بقى الفيلم أو عن طريق مسلسل وثائقي أو المسلسلات اللي بنسميها دوكيو سيرز وفي حاجات تانية بنسميها دوكيو دراما يعني التوثيق المباشر أو أنه يكون فيها يعني مثلا عايز أعمل مثلا فيلم عن الإمبراطورية الرومانية فيلم وفائقي فهيبقى فيه عندي جزء سردي وبحثي جدا وهيبقى فيه باحثين لكن كمان هيبقى فيه عندي حد ممكن يقوم بدور يوليوس قيصر أنا مش هجيب يوليوس قيصر دلوقتي بالمنطق من أبهى وأجمل الحاجات ويمكن حضركم تتذكروا أن احنا كنا من كم أسبوع كنا نتكلم مع رئيس القناة زميلنا وصديقنا العزيز مخرجنا الرائع شريف سعيد والنهاردة قدر أقول لك وأنا يعني حقيقي مبسوط الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف بل وتعلن بكل فخر وبساعدة مطلقة من جانبي موعد لانطلاق القناة الوثائقية المصرية بعد سبع أيام بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ البث بإذن ربنا سبحانه وتعالى الخطوة دي جاية إيمانا الوثائقية قريبا عده سبع أيام نقدر بقى نقول مبروك يا شريف شريف سعيد طبعا مبروك أحمد الدريني رئيس القطاع القطاع الوثائقي يعني عندنا في المتحدة مبروك لينا بالمناسبة كمشاهدين مبروك لينا كناس تعمل في هذا العمل الصحفي والإعلامي بشكل عام والمناسبة مبروك لكل المشاهدين المصريين والعرب عندما يشاهدون هذه القناة أنا متأكد أنها هتبقى تجربة شديدة التميز لأنه كان عندنا التجارب التي قدمت لذلك وهي وحدة الأفلام الوثائقية في الشركة على مدار أربع سنين فاته يعني أربع سنين كان شريف سعيد وأحمد الدريني وفريق الشاب شغال معاهم عادي أربع سنين بيقدموا مجموعة من الأفلام والوثائقيات اللي كانت متميزة جدا ولفتة للنظر جدا واللي كانت الحقيقة لقت إعجاب شديد من الصناعة هنا وبرانا يعني جوه مصر وبرا مصر عندما يكلل هذا الجهد الحقيقة والمتحدة تقول لنا خلاص يبقى عندنا الوثائقية بتاعتنا يبقى يا السلام حاجة تفرح وحاجة تشرفه بالمناسبة ده تنشيط رهيب ومذهل لصناعة الوثائقيات في مصر وكان بالمناسبة أمل وحلم حقيقي لكل من عمل بهذا أو بهذه الصناعة فانتظروا الوثائقية من الشركة المتحدة بإذن الله بعد سبع أيام بالتمام وكمال